بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم عزيزي المتابعين إن شاء الله في حلقة اليوم سنتطرق إلى نقطة مهمة حول اليوتيوب مرة أخرى أتوصل بإرسالي الأسف تم تغلال قناته على اليوتيوب لمخالفة حقوق النشر ردت في الفيديو هذا أن أشرح نقطة مهمة عليك الحذر منها ومنها نقطة ومنها نصيحة إن شاء الله لكي لا قدر الله ليقع على قناة اليوتيوب إذن قبل بداية في الشرح إن شاء الله كانت هذه أمرة تشاهدت فيديوهاتي فلا تبقى عليك الضغط على اشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس في التوصل بجديدنا ولمزيد من دعمنا كذلك صديقي صديقتي إذا كانت لديك أي أسألة يعني حول البرمجة المواضيع التقنية يعني الانترنت وغير من واضيع فترك سؤالك على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وسنكون سعداء بالإجابة عليها إن شاء الله إذا نعود هناك نقطة مهمة في اليوتيوب وهي سياسة حقوق النشر والطباع اليوتيوب حريصة شدًا على هذه النقطة يعني تقوم مثلا بفتح قناة على اليوتيوب وتستعمل مقطع صوتي أو صورة أو فيديو وهذه الثلاث أشياء التي ذكرتها الآن محمية صاحبها لم يضحها بل يحمي هذه المواد ولا يحق لك استعمالها اليوتيوب تدفع على هذا الشخص وكما هو لا يتيح لك استعمال هذه المواد لأنه يمنع لك ذلك حتى اليوتيوب أيضًا تحجر عليك استعمال مواد أشخاص أخرين وضحها على قناتك اليوتيوب ماذا تفعل؟ ستقوم بإشعارك لا قدر الله إذا قمت بفيديو وانتهكت فيه حقوق النشر دروة دوتور ورغلومات يوتيوب أيضًا حتى يوتيوب لديها ليس فقط استعمال 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 أشياء تخص يوتيوبر أخرين حتى يوتيوبرز أيضًا لديها قوانين مثلًا تمنع عليك وضع فيديوهات تعانيفة جدًا هناك عثل من الواضيع تستطيع تطرق عليها دخول إلى يوتيوب أو كتابة على الجوجل وقراءة شروط كثيرة عليك التركيز عن هذه الشروط وتجنبها لكي لا سمح الله يقومون بإغلاق قناتك لكن في خصوص إغلاق القنات ليست هكذا يوتيوب تخترق قناتك أو تخترق شرط يوتيوب تغلق قناتك لا، ليس هكذا هذه النقطة التي أريد أن توضيحها عندما تنتهك حقوق النشر يوتيوب تقوم برسالك إشعار بالجيميل حسب الإيميل الذي قمت بالتسجيل وصناعة القناة على اليوتيوب أنت قمت بصناعة قنات عن طريقة الجيميل على سبيل المثال اليوتيوب ستبعث لك إشعار وتقول لك أنك انتهكت حق هذا الشخص استعملت مقطع صوتي أو صورة أو فيديو وليس مرخص لك يعني تحصل على استرايك نقول استرايك يعني كما نفهم لفوة لديك يعني عبارة مخالفة هذه المخالفة لن تمحى إلا بعد مرور ستة أشهر ركز معاين هذه المخالفة لن تمحى إلا بعد مرور ستة أشهر يعني إذا نجحت يعني في مرور ستة أشهر ولم تتكب أي مخالفة أخرى أعتبر أنك ليس لديك أي مخالفة ويعود يعني السجل لديك يعني نظيف بدون أي مخالفة كما قلت لكن لا قدر الله ارتكبت مخالفة وفي قل من ستة أشهر قمت يعني بارتكاب مخالفة أخرى انتهكت يعني حق آخر يعني استعملت على سبيل المثال مقطع صوتي محمي من قبل وبالتالي السجل لديك يوتيوب يعني تقوم بإشعارك مرة أخرى وتنبيك أنك استعملت يعني لديك مخالفتين يعني وهذا حقيقة إذا وصلت يعني إلى مخالفتين أصبح الأمر خطير نوعا ما لماذا؟ لأن في المرة الثالثة يوتيوب لن تقوم بإشعارك مرة أخرى وتقول لك لقد ارتكبت يعني مخالفة ثالثة يعني أرجو ممكن أن تقوم بحذف هذا لا في المرة الثالثة يوتيوب تقوم تلقائيا بحذف قناتك لذلك لذلك يعني يقول لك أن المخالفة الثانية حقيقة تصبح في وضع يعني خطير نوعا ما لذلك لقدر الله إذا توصلت بإشعار بمخالفة فحاول قدر المستطاع أول شيء يعني أول شيء تقوم بها هي حذف هذه الانتهاك يعني إذا كنت تستعمل فيديو منتهاك في حق يعني حق من حقوق النشر والتبع فيقوم بحذفه مباشرة وعليك التركيز جيدا على أن لا تنتهك أي حق أخر إلا بعد مرور ستأشر وبالتالي يعود يعني السجل النظيف ولن يقوموا يعني بغلق القناة بعد يعني لقدر الله أنت هيك أخر لم تكن بعلمي أو لم تكن تقصد يعني أنت هيك هذا الحق كما قلت يعني حتى وحتى يعني لا سمح لا تلقيت إشعارين فحاول حاول 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 قدر مستطاع إخي أختي أن تكون حريز جدا على كل فيديو تقوم بوضح بعد هذه المخالفتين لأنه المخالفة المخالفة ستقوم بيعني اليوتيوب ستقوم بحذف هذه القناة مباشرة لذلك أيضا نصيحة أخرى صديق صديقتي رجعني تفقد يعني البريد الإلكتروني يعني حاولت تفقد يعني بصفة يعني دورية تفقد الإيميل لأنك يعني هناك احتماليا لم تكن تقصد يعني انت هيك حق يعني من حقوق النشر والطباعة ولكن يعني يعني اتضح عنك يعني انت هيكت كما قلت حق فتفقد الإيميلك لأنك ستصل يعني سيصلك إشعار قم بحذف هذه يعني المخالفة في فيديوهاتك وكما قلت تركز يعني لكي لا تتوصل بمخالفة أخرى ذا هذه يعني حلقة اليوم حقيقة أردت يعني تسجيل هذا الفيديو لكي يعني لا تتكرر أمر مع أشخاص أخرين يعني تعبوا على قناتي ثم لا سمح الله يقومون بغلق القناة إذا يعني إذا يعني يعني أعجبك حلقة اليوم فلا تبقى لنضغط على تشترك في طريق سبسكراب وتفعيل خصيك الجرس بالتوصل بجديد يعني التوصل بإشعارات أيضا لا تنسانا بالعجب فيديو شارك هذا الفيديو مع أصدقائك اليوتيوبرز لكي يعني لكي يحتاطوا من هذه النقاط وكما قلت إذا كانت لديك أسئلة فضعنا صفحة الموقع التوصل الاجتماعي وسيكون السعادة بالإجابة عني لا تتردد ولا تخجل ضع أسئلتك ويعني نحن إن شاء الله سنقوم بمساعدتك أو حتى يعني لما لا نقوم بفيديو حول المواضيع تريدنا أن نتترك إليهم إذن أصدقائنا إن شاء الله في فيديو قادم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا ترجمة نانسي قنقر